اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما اجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وثيقة انعكس اثرها الايجابي على شتى الاصعدة لسيما القطاعين المالي والاقتصادي مشيرا الى حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية نحو مستويات اكثر تقدما بما يسهم في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه منويا معالي بمخرجات الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السموب الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي ستمثل دفعة جديدة في مسار العلاقات الثنائية نحو تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء معاليها اليوم بحضور سعادة سيد يوسف بن عبدالحسين خلاف وزير الشؤون القانونية وسعادة سيد نور بن تعليل خليف وزيرة التنمية المستدامة وسعادة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة بالسيدة كيمي بيتنوك وزيرة الدولة للأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة الصديقة حيث أشار معاليه إلى أهمية مؤسرة العمل على تطوير العلاقات الثنائية المشتركة والأخذ بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين لافتاً إلى ما تشهده العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من تطور ونماء وحرص البلدين المستمر على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بينهما بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة هذا وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة